بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات مشاهدين عبر القنوات الفضائية المختلفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الرعاية الكريمة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم حياتك أحلى في ليلة الوداع والختام أخذنا على أنفسنا عهدا أن لا نودعكم إلا وقد رسمنا ابتسامة جميلة على شفاهكم تبقى ذكراها مستمرة إلى الملتقى القادم بإذن الله تعالى حياتك أحلى حياتك أحلى من حديث سليماني حياتك أحلى من حديث سليماني إذا طرت من روحها كل شيطاني فلالجبيلان أحلى من هدايتها إذا تسامت إلى أكناف رضواني حياتك أحلى في هدى الله والتقى وأجمل من أطاييب روح وريحاني حياتك لو لم ينفح الدين روحها لباتت شقاء في أحابيل أضغاني وليس بأحلى من حياتك في الدنى إذا ما صفت من كل شرك وأوثاني ومن كل شر في البرية نازل ومن ضر ظلال ومن هم كهاني أتحلو حياة المرء من غير دينه وهل يسعد الإنسان من دون إيماني أفدنا رعاك الله يا شيخ إننا لوعظك مشتاقون أشواق والهاني أترككم مع مسك الختام وضيف الوداع ضيف يحبكم وتحبونه شيخ الضرائف والطرائف والنوادر والملح الشيخ إسليمان الجبيلان وحياتك أحلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه صلاة وتسليما دائمتين لهم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا بادئ ذي بدء كما قال المقدم جل الخير نشكر الراعي الرسمي الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته هذا الملتقى الرمضاني الذي امتد أثره وتأثيره في كثير من دول العالم ولله الحمد فجزاه الله عننا وعن الإسلام كل خير كما نشكر صاحب اسمه الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل انهيان على تشريفه هذا اللقاء يقول البخاري في صحيحه يقسم أنس في صحيح البخاري قل والذي بعث محمداً بالحق لقد كان الرسول عليه السلام تنطلق به الجارية حيث شاءه تجي تلقاه في السوق وتمسكه بيده وتنطلق به حيث شاءه تصور يعني الآن خذك منظر تصويري الآن الشاشات قدامنا خذ هذا المنظر التصويري الرسول عليه السلام ماسكيته جارية ويركض وراها هل يتخيل هذا المنظر؟ نعم يتخيل لماذا؟ لأنه من سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم حيث تواضع وهو الذي قال من تواضع لله هيش رفعه ومن تكبر على الله هيش وضعه وتريد أن ترى بعض الناس ادخل بعض الوزارات وادخل بعض الدوائر الحكومية ورى كيف يسلمون عليك كثير المسلمين أنا اتقلت على وكيل وزارة في وزارة من وزاراتنا في المملكة فمديت يسلم والله يا صاحب السمو أعطاني أيده وحط قفل هنا قرب الكاميرا الله يجزاك خير حط قفل هذه منطقة محايدة سلم لا كده أنت سلامك زين زاك الله خير هو سلم كده أي كده لا لا أنا الوزير وأنت اللي مراجع مديدك كده طارف أيده واش قلت له أنا قلت له ترى أنا ما لي عندك شغل بس اللي يرسلني صاحب السمو الملكي الأمير فلان قام من فوق كرسية وقف على رجليه وقف وسلم سلام قوي السلام هذا القوي لي ولا للكلمة ردوا ها انتبهوا ما أجمل توضع صاحب السمو الجي خير أنه يقبل هؤلاء الصغار أنا قلت له قبل رأسي الشيخ يمام الحرم الله يرحم أقول أمين عبدالله الخليفي وأنا الصغير صغير مثل بلده الصغير اللي يتوجبه ومطوع إلى الآن ما نسيت قبلة الرأس فلذلك الناس سأل الحاضرين كم طفل قبلت رأسه بعض الله يديهم أصلاً ما يقيم وزن الأطفال فضلاً عن الكبار فهذه لفتة مهمة وتدخل تحت عنوان أحلى إيش أحلى حياة كلما توعد صحت حياتك علوة حتى الناس حبوك وصرت محبوب في المجتمع وكل من يحترمك كل من يقدرك لأنه والله وبالله وتالله ما في إنسان يأخذ من صبات محمد صلى الله عليه وسلم إلا يسعد ويأنس واللحول يتحاوطون به وجرب أنا يعني من باب الله يرحم ويجعب فردوسل على قول أمين الشيخ زايد وهو في قبره أسأل الله يجعله روضة له قول أمين أذكر عام 84 و85 نزرته والله ما صدقته وقال لي محمد لأن رحيم محمد تعرف محمد نيان زوج منته ودخلنا أنا قلت لأنت يا محمد هذا الشيخ زايد صحيح قال لي الله هذا الشيخ زايد ديوم راح يغسل دينا راجل بسيط بتواضعه هذا الناس تبهي يا أخوان ترى عمر بن عاصم ولده ضرب واحد من أهل مصر زعل عليه وغضب قال متى استعبدتم رقاب الناس وقد ولدتهم أمهاتهم إيش أحرار الحسن البصري يقول والله إني أخرج من بيتي وأنظر إلى الناس مثلي أنا أقول أنت طلعنا من سوق في شارع الجميلة ولا حنف دبي الآن ولا في الشارجة طلعت في الشارع يقول أنا أطلع من بيتي في الشارع فأنظر الناس فإذا شفت الشايب اللي لحيته بيضة ماذا أقول أقول هذا سبقني إلى الطاعة فإذا رأيت الصغير الغليم الصغير أقول هذا سبقته إلى إيش من يعرف شوفوا الكلمة القوية من حسن البصري إذا شاف الشايب قال هذا الشايب سبقني إلى الطاعة وإذا شاف الصغير يش يقول يقول سبقته إلى المعصية سبقته إلى المعصية شب زيت التواضع لأن هذه الصفة الآن مفقودة في كثير من المجتمعات الإسلامية فرقنا المسلمين وصار كل واحد يرى على أنا أخوه المسلم شيء وسلم عند الإشارة وجرب تريد تعرف التواضع سلم على الإشارة افتح القزازة وقل إلى واحد عليه سارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شف كم علامة استفهام في وجهه قلت سلمت على أحد عند الإشارة سلم بكرة صحيح يعني أقلط مستغرب يعني سلام ما تعود الناس سلمت على واحد يمني في اليمن توي جاء من المطار ولا جنبي جاء فيكس آر ومعي لخطاها مقبل فقلت السلام عليكم قال عليكم السلام ماذا تريد قلت والله يا هل اليمن نسلم عليكم والله يفقكم يا هل اليمن ونحبكم في الله أسأل الله أن يوفقكم ويوفق إن شاء الله أهلك وعيالك وزوجاتك وزوجاتك تعرفون هل اليمن معروفين أقل شيء ثنتين ثلاثة معروفة لليمن فأنا قلت له كذا قلت له زوجاتك قال عاد وحداه ما معنى عاد وحداه يعني ما عندي لسوجة وحده قلت والله غريبة أنتم معروفين ليش ما فيこんにちは وحدة قال يا كفي من أعداء الله واحدة قلت من أعداء الله قال الحريم ها نسوا أيدل الأعداء الله ورسوله قلت يا رجال اتقل الله الله هيده قلت أتقل له يا رجل الحرمة أمي وختي وابوي أبنتي قال والله انه معداء الله ورسوله قلت هذا أكيد عنده كهرب لكن تشوفوا الانشراحة اللي صار بينه وبينه والسواليفة اللي عنده الإشارة ترى يا أخوان ترى هذه القبلة من الشيخ الله الزغير مين سهلا إذا أنت قبلت أي إنسان ما تعرفه سلم لك على واحد هندي مثلا شوف كيف يتأثر الشيخ بن عثمين الله رحمه كنت وديه بعض الأماكب مرة جيتنا يجيهم بريدة بريدة وعنزة منطقة متقاربة مثل الشارجة وم الخرفان خرفة كان الفتحة يا صاحب السمو اعذرني عليها البتحة يتورط زين خربكان زين فمنطقة زي كده بريدة عنيزة فوقفنا نصلي في مسجد وفي باصين باصين هنود ومنغالية وباكستانية فنزلنا الشيخ طبعا ما مع البشت نزل عشان نصلي فصار والله وبالله وتالله عالم من هاتكبار العلماء وتعرفونه كلكم الله يرحم ومنه أنه صار يدور على هنود الباكستانية في المسجد يسلم عليهم ويقربهم على المكان لأنهم كانوا بعيدين يقربهم على المكان اللي قدام فقال لي يا أبو عبد العيس تعرف أردو قال له والله عارف أردو أم هندية يا شيخ ما عارف أردو قال النبي عشان أحد يترجم واثر محهم واحد ما شاء الله مترجم قلت لنسألوا الساد قالوا هذا مترجم ويجمحهم والشيخ قالوا وش عندهم ذول شاف عدد كبير قال هذا رحين عمره المكة ويجمحهم والشيخ ويعطيهم بدرس وهذا يترجم قعدوا بسطهم تحلقوا عليه كما يقال باللغة عربية كما تحيطوا النجوم بالقمر وصاروا حتى يصرف محهم أنت جرب يا أخي أنا مرة أسأل يعني دعبت واحد هندي قاعدت تصرف معه ومبسط أنت فيه وين قال بانقلديش أهون قابل أهون قابلديش مبسوط أنا هذا مليان سليماني مليان روتي مليان دود طبعا دود حليب بالأردو ها سألته قلت له الجنة فيها جنجال تعرفون الجنجال وبحمد تعرف الجنجال جنجال يعني مشاكل فقلت لهذا الهندي بعد ما سألت معه قلت له الجنة فيها جنجال قال فيك فيه جنجال يعني خايف من الكبير حقه بالجنة فنقوله بالله التوفيق أهل حياة أن تعيش حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم لن تعرف البشرية والله إخوان أمس كنا في فطورة دائرة النقل في أبوظبي دعونا بعد الفطور وكان فيه أوروبيين ومريكان وبراطنيين وهنود وإماراتية حفظ إفطار داعة ودارة النقل أفطر معها وسووا كلمة عن طريقة ترجمة فيقول للأخوان اللي طبعا قاعدين معه بعد ما ظلعنا أهل بريطانيين ذو الأوروبيين يقول استغربوا وقالهم يعني هالدين بهالسعة وهالسماحة تكلمنا عن سماحة الإسلام وكيف الإسلام دين يسر ودين سهولة ودين لباقة وجبنا لهم كم نكتة وضحكوا حتى واجوبة بريطانيين وضحكون بانجلينزي فلذلك والله يا أخوان وصية ولا سيما خواتنا النساء اللي يسمع نشاهد ولا سيما اللي يفق خلف الشاشات حاول قدر إمكان أن تتواضع مع الناس حتى تعيش حياة حلوة تنبص للشيخ وأقرب من تتواضع لهم من هابو أحمد أيها جزاء الله خير الزوجة يقول كذا زاك الله خير أنت كذا تعالي أنا ترجم طرمان والله ما أدري صحيح الزوجة الأولاد اللي بالفريج اللي حولك جماعة مسجدك زملاك بالعمل هذا بكرة بعد تخرج وتذكر بالخير بسبه الصفة وأنت كمقابل القيم يشرح الله صدرك كان صدره أوسع ما بين السماء والأرض وعاش أحلى حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم رغم أن المصطفى يا أخوان هل عندنا ما عندنا مأكلات والمشروبات الآن هل ما نأكل الآن من المأكلات والمشروبات عند إفطارنا وعند لسحورنا كان يأكلها المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم رد يا أخوان أبدا يقول البخاري في صحيحه تقول أم المؤمنين عائشة والله إنا كنا ننظر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهل في شهرين كم؟ قال لا يوقع في بيت آل محمد نار تعجب سبوه قال يا خالة يا خالة فما كان يعيشكما يعني تأكلوا نيش وش قالت عائشة؟ هاي أخوان قالت الأسودان وش ما الأسودان؟ التمر والماء لكن بيته أسعد بيت حياته أحلى حياته مستانس الرسول عليه وسلم من شرع صدره والله وبالله هل نشوف الآن من ضيقة الصدر في الأمة الإسلامية شبابها للأسف وشاباتها فقط أنهم ما عاشوا عيشة الرسول على سلم ما اهتدوا بهديه ما استنوا بسنته فصار ما صار وأمس ونجاي يشوف الأخ اللي كانوا معي كنت تفتح الجوال واستقبل مكالمات من المملكة من القطر من الإمارات من البحرين كم من الشباب والشابات ضاقت عليهم الأرض بما رحبت طيب يا شاب ما عندك حياة حلوة؟ قال ما عندي حياة حلوة فلذلك أنا سألت قبل أن ألقي المحاضرة سألت ديكاترا ومنظرين وشخصيات حتى آخر من سألت بل خيمة جنبي واحد شاب من أهل دبي اسمه جاسم هذا موجود معنا التفت عليه وتوه معرس قبل رمضان تقريباً شهر قلت لي يا جاسم وإيش أحلى حياة؟ قال بهذا النص وهذا موجود من قلبه طلع من قلبه قال أحلى حياة بالزواج توه معرس قبل الله يوافقه قول آمين ويرس قول الرية صالح قول آمين وحتى الكلية كلية البنات اليوم لقيت محاضرة كلية الصيدة الله يفقهم قول آمين كلية الصيدة لقيتهم بنات اليوم كلهم تخرجون صيدليات ودعيت لهم قلت قول آمين أنتم صيدليات إن شاء الله تخرج كل واحد منكم صيدلية وتتزوج صيدلي وتجبون ولد تسمونه عيادة وشوفوا هذه الأخوات البنات اتصلت على الوالد بالجوال معك الجوال جوالي والله ما أدري وين راح ففتحت السبيكر واتصلت على أمي بمكة المكرمة بجن بيت الله الحرام قلت يمه أنا ألقي محاضرة في بنات الكلية كلية الصيدلة فبك تدعي لهم يمه ادعي لهم أن الله يفقهم وفتحت السبيكر فأمي صارت تدعي تقول الله يفقكم يقولون آمين قالت ويصلحكم قالوا آمين قالت ويهديكم قالوا آمين قالت ويزوجكم قالوا آمين صيدك والله صحيح يا أخوان ليش؟ لأن الرسل سلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال الدنيا متاع وخير متاعها هاي أخوان الزوجة الصالحة يقول بن عثيمين الله يرحمه الدنيا مناصبها وقياداتها وذهبها وفضتها واموالها وخيلها وكل هذه أفضل منها كله وشهو زوجة صالحة حبيبة هادية تعطيك الكلام الطيب لذيك صدرك لأتنكد عليك لا سيماء أحمد الله مثلنا الشيخ متزوج ما شاء الله مرتاح يعني ما في جنجال زور الله خير صحيح والله إخوان هذه ترى مثل ما قال فعلاً صير أحلى حياة لماذا؟ قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم أيش لباس لون هذا في رمضان في آية أحلى لكم ليت الصيام أنا قرأت تفسير ابن زعدي قال اللباس هنا السكنة أنك تسكن إلى هذا البيت تسكن إلى هذه الزوجة الطيبة الحبيبة الحليلة وبالمقابل يقول لأشياء أخونا أخونا خادم السليم أقول له أن البحدي التصت على البارح قالت يا شيخ أنت عندك محاضرة في الملتقة قالت نعم قالت أرجوك أرجوك يا شيخ تكلم عن الرجال وصهم علينا قلت يا بشري وسمي ما دلت إلى اليوم سبحان الله أنا قايم ويدك جوال ورد ولا رجال قال يا شيخ أنت عندك محاضرة في الملتقة قال نعم قال أرجوك أرجوك تكلم عن الحريم خلهم يعطوننا حقوقنا قلت والله نشبه ومش الحل يا أخوان اي والله قلت سبحان الله يعني ما الحل في هذا البنت الحرم للبرح تقول وص رجال علينا والرجل اليوم يقول وص الحريم علينا وش يسوي نبينا سألك يا شيخ بس هالمرة تحملا بس قلنا خليه بعدين طيب بعدين قال الله تعالى الهاشم يبشر أنا وعدتك خلاص زي الله خير الهاشم يقوله صلى الله عليه وسائل يقول الله تعالى وصلى البقرة ولهن مثل الذي إيش عليهن بالمعروف وللرجال عليهن إيش درجة كلام الرجل المرأة للبارح وكلام الرجل الصبح اجتمع بهالآية يعني ألبر إذا عطت الرجال حقه والرجل إذا عطت المرأة حقها عاش عيشة أنس بساط ولا سيأتي اليوم الذي يقول ما قاله الشاعر وش قال الشاعر قال وإني لمشتاق إلى موت زوجتي ولكن قرين السوء باق معمر شفعوذ بالله فياليتها أمست في القبر ضجيعة يعذبها فيها نكير يعذبها فيه نكير ومنكر وحد يبكي وموت تمرته ويبكي وثالث يوم يبكي وسبوع يبكي قالوا يا فلان وش كل هذا بكه كل هذا حب المرك قالوا من قال أني أحبه كبرك تبكي قال لنا سمعت العلم يقول أن البكه على الميت يزيد عذابه وش Rudolph ووو كبركي الله يكبر على الشيطان يحولوا وصير حياتهم حلوة تتحلى حياتهم إذا دخل واحد شايب عندنا يقال له محمد العليل السعيد وصل عمره قرابة المئة الله يرحمه قوله أمين وزار الإمارات هنا زمانه وشايب يمشي على العصى وآخر شيء صرت أنا دفه بعربية حتى وديت المدينة وشاف واحد أنها المدينة من أصحابنا قال يا شيخ سليمان هذا كم عمره قلت والله هذا عمره مئة قولوا له قديم قلت لكن ما زال ما شاء الله تحت الخدمة هالشاء يبدأ عمره حال المئة جبتوا بالإمارات عندكم هنا وعلى أيام الشيخ زايد الله يرحمه قوله أمين يدخل على الأمراء والوجهاء والفقراء والبسطاء والمجالس من يوم يدخل يا حي الله أبو علي داجاء الرجال المونس عز الله مجلسنا يبي طيب وهذا اللي ينبغي يا أخوان أن تحلوا حياتنا بمن نحليها لهم الآن الشاهي بايش يحلو إذا سويت شاهي عشان يصير حلو وش تحطبه هاي أخوان تحطبه سكر وبالإنجليزي شقر صح لهم وصح أنت خلك سكر الحياة يا حبيبي سكر وحدة مصرية بمطار القاهرة هي وبنتك قالت لي البنت قالت يا ماما هذا الشيخ اللي في التلفزيون وكنا نطالعه بقناة الناس في مصر فقالت لي العجوزة المصرية قالت يا ابني إنت كنت في التلفزيون البارح قالت يا أمي أعيانا في التلفزيون قالت أرقوك 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 تدعي البنتي قلت سمي بشري قلت ادعي لها ربنا يزوجها قلت بشري وش اسمها قلت اسمها سكرة قلت والله اسمها سكرة قلت والله اسمها سكرة قلت الله يرزقها واحد اسمه شاهي ويجيبون ولد يسمونه لبتن فخلك أنس تروح اليمن تروح مصر تروح بريطانيا تروح أوروبا حتى تحل حياتك أنت قبل الآخرين لا نريد المجتمع المسلم في أي دولة من العالم يأتي عليه وقت ويقول يا أخي أنا زهقان أنا طفشان أنا مليت من الحياة والآن موجود الموجود ألا يوجد أناس الآن يقولون الحياة ما لطعم يخوان ردوا ترى أنا ما أدري ما في ناس الآن يقولون الحياة ما لطعم فيه بكثرة في دولة ستغاون وغيرها من الدول الخارجية أنا توجيه من بريطانيا قبل رمضان كنت أنا والشيخ بن قعود الله يوفق حسن والشيخ بن العموش كنا أسبوعين في بريطانيا في أديم بيرا وكلوران وأكسفورد وكاردف فرأينا في تلك البلاد اللي كل شيء بيحبه بريطانيا مباحبة تشرب خمرة الله أحبظنا إياكم مباح تأتي النساء مباح ومح هذا في تلك الدولة اللي فتحت الباب هل كل شيء وجد شباب من الأم الإسلامية من يقول الحياة ما يبحلو يا أخي والله ودي أموت طفشت من الحياة ليه الجوال معي أخوي الفاضل الطيب أخليه يقرأ كم عدد اللي كاتبهم منتحر واحد منتحر اثنين منتحر ثلاثة منتحر أربعة منتحر خمسة منتحر عشرة ليش؟ قال الحياة ما تستحق لنعيش به بالعكس والله والله إن الحياة حلوة متى ما قربنا إلى هدر الله سلم الحياة حلوة متى ما عشنا وفق مراد الله منا الحياة حلوة إذا ما أدخلنا أيش؟ الشيء اللي يغضب ربنا الآن كاتبين لك بالدعاية امشي هنا في شارع زايد مثلا ولا في ضبي أمس أنا ولا قبل كم يوم في العين ولا تعال عندنا في الرياض فأقول نرى في الدعاية أخوان أحلى حياة من منكم قرأ إعلان عن أحلى حياة يعطينا الشيخ ذكر عن زخير قرأ خذ من الجمهور من يعرف؟ قرأ إعلان كذا بشاشة ولا بتلفزيون كلمة أحلى حياة أنا قريت تابعون أعطيكم أعطيكم بس أجوف منكم ها أنا قريت لوحة كبيرة تششل عندنا في أحد مدن المملكة لوحة تشش أحلى حياة أحلى حياة أنا قعدت أن تنتظر عشان عندي محاضر أحلى حياة أحلى حياة أندومي أندومي وملعقة أحلى حياة مع أندومي يعني لما يأكل أندومي ما يبحياته حلوة هذا هم ناس واجد أكل أندومي ولسهم أخواننا أندونسيين الله يفقهم قولوا أمين هل أندونسية تبعين تخلية وانسة جيب له هدية كرتون أندومي تنبسط تستانس هل أحلى حالات بأندومي لذلك شوفوا أهل الدعاية أهل الدعاية والإعلان كان واحد عنده مصنع شامبو وش يحط الدعاية ها يحط عنيش واحد عنده شامبو يحط دعاية عن الركب نحن ناحم ركبتك ركبتك تكون ناعمة وشامبو صنصلك هذا يحصل ما يحصل يأتي يقول لك يجيب لك على الرأس نعومة فائقة وش شعار يجيك كده هم يجيك يجريموا صح لا مصح طيب إذا جينا المصنع على أحد يا كرامكم الله المجلس يجيك من رجلك نحن نرسم لك الأناقة والمشية الأنيقة إنه حذاء كودك طيب ليش هذولك قال لك هذول عشربيين لكن هذه الحياة تحلو بها الأشياء الحسية طيب أنا أخلي حياتي حلوة بالأشياء المعنوية قبل الحسية هذا مهم الأشياء الحسية التي نلمسها هذا كاس الأنبو ما نلمسه لكن أشياء المعنوي الذي قال عنه سبحانه تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وش نسوي به فلنحينه حياة طيبة أحلى حياة هذا صورة إيش هذا صورة النحل وبنفس الصورة صورة النحل وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا إيش حسنة قال ابن عباس حسنة الدنيا بياض في الوجه ونور في القلب وقوة في البدن وبركة في الرزق وحب في قلوب الخلق الناس يبدون يحبونك والله يا أخوان ما يعكرن الحياة مثل ما قال سبحانه وتعالى في آخر صورة نوح اسمع ماذا قال في آخر صورة نوح مما خطيئاتهم إيش أغرقوا فأدخلوا نارا قال ابن قيم سبب تعكير الحياة طبعا معنى كلامه ليس نصا سبب تعكير الحياة هذه الذنوب التي جعلت الماء الماء يرتفع إلى قمة الجبال خذ شاي ابن الشبان في دبي من المسجد للبيت للديوانية حقته إنسان محافظ على الأمور الدينية محافظ على الأخلاق الإسلامية عمره ستين سبعين ثمانين ما دخل بحياة وقسم شرطة ما عنده مشاكل واسأله وش الحياة يقول والله يا أولادي الحياة خير أنا أمي كما قلت لكم الله ما التعبه سألته قلت يوم أنت إذا عتيت الثمانين وش أحلم بالحياة والله يا أخوان هذا والد الله يمتعبه وش تتوقعون قالت لي والله أني ما يخالف أسألك يعني لا تزعل علي تكفى أبو خالد أبو أحمد شيخ خاد مسلي ماذا تتوقع والدتي ما يمذر قالت لي يوم قلت له يوم ما وش أحلى الحياة قالت لي بهذا النص يا أبو أحمد قالت لي يا أولادي والله كذي يا أخوان يا أولادي أحلى حياته بطاعة الله أحلى حياته إيش طاعة الله سألت شاب عمره ثمان طاعش قلت وش أحلى حياته يا شاب قال أحلى حياته بسيارة بأم الفين وتسعة أركب علي ومر عند الشباب ودق لهم بوري عشان يشوفون وندقوا لي شف شف كل المزاجة لكن اللي جرب الطاعش يبالنا كبار الصنفين عقلاءنا يعرفون أن أحلى حياة بهذا الأمر فلذلك المعاصي بجميع أنواعها أولا عشان نختصر أولا يا أخوان نصيحة لأنني ما زلت السنين تتكرر وتعود وبعض الناس ما زال رمضان يعود عليهم ويعود وهو كما قال أهل مكة زهم الله عننا خير تي 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 زي ما روحتي إيش زي ما جيتي ومثل ما قالوا العسكر ومعنى حقونا الدفاع المدني العسكريين وش قلون العسكر يقولون مكانك إيش مكانك راوح جاء رمضان وجاء رمضان 2008 و2007 و2006 وحنا ب2009 الآن وهو هو ما صالح مع أمه ما صالح مع أخته ما صالح مع قريبه ترى فيه ناس يا أخوانا الآن عاد عليهم رمضان عوما عديدة وازمرة مديدة وما زال في قلبه شيء على بن خاله ولا بن عمه رغم أن رمضان شهر صفح ولا مو بشهر صفح من يأتي بالدليل أن شهر رمضان شهر صفح ونعطيه جائزة لأن الشيخ زخير قال لي شارك الجمهور جائزة قيمة شهر رمضان عرف عند أهل السنة وأهل السير أنه شهر عفو وصفح وما الدليل جائزة يا إخوان ترى جائزة ثمينة بعد صح لأنا جاوبك الله زخير توقي بش مهندس هذه ثانية من رخون المصري ما شاء الله أنت جاوبت قبل لك جائزة قبل خلاص نبي أحد غيرك أنا ذر في أحد تفضل يا شاب ما هذا شباب ما عندكم مقرفون نرفع صوتك ما شاء الله عليك صح جزاك الله خير فتح مكة الرسول عليه السلام دخل مكة في عام كم العام الثامن للهجرة فتح مكة ودخل مدججم بالسلاح مدجج بالسلاح ومعه عشرة آلاف مقاتل ما يشاف اللعيونهم حديد كلهم حتى واحدا من قواد الجيش قال اليوم يوم الملحمة اليوم تنتهك الحرمة وش قال رسول الله قال لا لا اليوم يوميش المرحمة وأخذ الرأي من هذا الرجل وحط بولده رضي الله عنه صحابي الجليل ودخل مكة ويستطيع من إشارة من أصبعه يجعل شوارع مكة كلها دم يقدر لما يقدر يقدر لكن يوم دخل مكة وهو على الناقة كيف دخل دخل كذا رافع نفسه هاي إخوان يقول أهل السير فدخل وقد طعط 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 رأسه حتى كاد أن يضرب بقتب الناقة من تواضعه صلى الله عليه وسلم رغم النصر نشوه نشوه لم نشوه نشوه النصر لو واحد ينجح في ثلوية عام ولا جامعة شفت يطع من الجامعة وينقز هذا صلى الله عليه وسلم طعط أرأسه ودخل الكعب وصلى ثم مسك بزمان الكعبة وقال يا أهل مكة ما تظنوني فاعلن بكم بهدلتون وتعبتون وأذيتون وخليتوا صحابتي يهاجرون لحبشة مرتين وأنا هاجرت من أحب البقاء ما تظنون صحابة فاعلن بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم واش قال لهم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم اذهبوا فأنتم الطلقاء يا أخي يلي بينك وبين أختك ولا أنا تعجبت اليوم واحد زاهم من علي اليوم متهاوش معقول واربع سنين ما يسلم عليه أبوه والده والده وأمس وأنا جاي أنا أخوي عبدالله الخان جاي من أبو ظبي فتحت الجوال وإلى واحدة تسأل زي كذا نفس السؤال متهاوش معوبه يا أخوان لا نريد عداوات لا نريد عزازات نريد سلامة الصدور والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين يسبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا والله وبالله وتالله لو أننا كما أننا نغسل وجوهنا في اليوم خمس مرات قسلنا قلوبنا في اليوم خمس مرات لارتحنا أحط راسي على سالة ولا أشيل في قلبي على أحد وأدعي للناس أدعي المسلمين وبالختام لو راح واحد زار خاله ولا عمه ولا أبن خاله ولا أبن عمه ولا استقبله وصك الباب وجهه ماذا يصنع أنا رحت أصالح قلت رمضان كريم خلاص انتصف الشهر يا أبو فلام ما يصلح يا أخوي سعيد ما يصلح وجيت إلى حده وما فتح الباب وش أسوي هاي أخوان وش يسوي أحتسب الأجر عند الله فين قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم نحرص يا أخوان انطبخ هذه الرسول فلذلك لن نستطيع أن نكون في عيشة حلوة ولن تكون حياتنا أحلى إلا بسلامة صدورنا على أخواننا المسلمين ربنا لا تجعل في قلوبنا ايش غلا للذين آمنوا لا سيم أخوات النساء المخيم مليان ما نبي الأخت تحقد على مرتخوة ولنبي الزوجة تحقد على خالتة صح لم صح يا أخوان نريد أن نرتفع عن هالمستوى طيب لو زعلت علي لو خاصمة لو لو يا حبيبي في صحيح البخاري جاء رجل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن بني ثلان أكرمهم ويهينونني وأعطيهم ويمنعوني وأصلهم ويقطعوني فماذا أصل عصر الله فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل الرماد الحار وما يزال عند أيك من الله ضهير فماذا تصنع تسامح وتصفح وتشتهد فيها القضية لأن الختام يا أخوان يقولون أن من اعتاد شيئا ألفة أن من اعتاد شيئا أيش ألفة فإذا اعتدت أنك تكون مسامح كسفت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم واش دعوة الرسول قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم رحم الله رحم الله الله يرحمك والرسول اللي يدعي لك رحم الله امرئا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى بس يا أصل الله بعشرة لا لا سمحا إذا قضى وإذا تقاضى فتكسب دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا ألفت شيء خلاص تتعادة نؤلف نعود نفسنا يا أخوان هذه الصفات التي تكلمنا في الأولى عن التواضع والختام عن الصفح فحنى الآن في هذا الشهر شهر صفح وشهر عفو وشهر والله ترتقي به النفوس ورمضان جامعة رمضانية المدة شهر ذهب منها 17 يوم بقي منها 13 يوم نشتهد في 13 يوم أن نغير من صفاتنا حتى نرتقي عند ربنا هذا الكاس موجود أمامي لماذا؟ لأن الماء فيه ثروة غالية فقيمة الكاس بالماء اللي داخله أنت كذلك قيمتك بالثروة الداخلية اللي داخلك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فلنعتاد الطاعة فلنجتهد في هذه القضية حتى يقول ابن قيم يأتي اليوم التي تكون الطاعة سهلة عليك بل يرسل الله لك ملك ملك هالشايب اللي معي يقول عن أبوه اللي قلت لكم يحلف يخصم يقول كنت شاب عند أبوي يقول ما أذكر أبوي يقوم إلا بصوت يجيه قم يا فلان يقوم يرسل لك يا قيم ملائكة أزك للخير أزة وتحملك إليه حملة فيأتي عليك اليوم والذي تعتاد مثل الله يحفظنا إياكم الله يحفظنا إياكم الله يحفظنا إياكم اللي اعتادوا التدخين إذا جيت الواحد قلت له اترك الدخان وش يقول لك رد شيء يقول ما قدر ليش تعوت يقول دمي تعوت وهذا أنا مجربه يا أخوان والله ما في أحد يعتاد شيء اللي يصير يسل عليه أنا زمن أول كان معي وليت قبل خمس وعين سنة وليت بيك أبو حمل بضاعة فجيت أحمل من مصنع جلود خارج مكة المكرمة قال لي أخوي الله يرحمه يا أبو إسليمان رح أحمل الجلود تعرفون الجلود مصنع دباغة مصنع الدباغة ريحته زينة ولا شينة راحته طيبة أم كريهة ردي إخوان كريهة جدا والله يوم أقبلت للمصنع أشم الريحة وأنا جاي ما تحملت قلت كده طوالي خدت القطرة وسويت كده ليه سويت كده من الريحة لكن العجيب مو بي أنا ليس بي أنا العجيب العجيب يما دخلت السيارة على وراء دقيت الريوس ودخلت دقيت العمال اللي بالمصنع ووش يسوون والله يقعدين على المكينة يأكل سندلوجه وعلى المكينة أنا تعجفت قلت يا أخي الريح عندكم قال لا ما في مشكل ريحكم كويس ريحة كويس هي ريحة كويس يا أخوان ولا بي بي كويس ردوا ما بي كويس لأنه اعتاد شوف الكلمة اللي قلت لك ترى اعتدت الشيء ألفته نفسك وهذا موجود في كل شيء بل خذ هذه آخر قصة تاجي لعندنا في المملكة قبل عشرات السنين كان يبيع بالغاز يبيع بايش شو تسمونه أخي الفاضل دبة الغاز شو تسمونه الدبة كلينتن كلينتن رئيس امريكا سليندر السليندر السليندر كان يبيع يشربه شاب بعز شبابه وفتاح له حوش وصار يبيع سليندر شهر شهرين سنة سنتين ثلاث سنين خمس سنين عشرين خمسة وثلاثين سنة وهو يبيع سليندر بعد خمس سلاثين سنة الرجال موسى الله عليه وصار عنده فروع وتجر قالت لزوجت وعياله يا يبا خلاص يكفي التقاعد وقعد ببيتك والمحلات باع عمال قال يا عيالي انه تعودت وقضي وقت الصباح وقضي وقت العصر يا يبا ولو صح حكم اختنع الأب وحط على المحل الأخير محاسب جاحد أولاده وقعد البيت سبوع عشر أيام خمسة عشر يوم يمسك له وراسه مسك راسه بشدة وده مستشفى عندنا مشهور عليه واشعه تخطيط قلب كل شيش كل السليم قالوا كل السليم رجع البيت ما وجع بنى دول ما راح الوجع ما في رابط راته يفطل الليل ما غير رابط راته كذا وقعد المهم الوجع يوم يومين ثلاثه وراح راح الوجع وصار الوجع يعاودوا كل ليش كل أسبوعين كل عشرين يوم خمسة عشر يوم يجي هالوجع فإذا جاء الوجع راح المستشفى فلاني عرفوا والله ملفك وأنت رجل من الأسريات تقدر تروح لأي دولة بالعالم راح فعلا لألمانيا راح البريطانيا برضو قالوا الملفات كلها سليمة سكر سليم ضغط سليم أشع تخطيطات كلها سليمة ورجع الوين للبيت يوم كان الغاز طالعا والحمام وكرمكم الله المطبخ وش ريحته ريحته غاز فدخل الرجال ذا اللي رابط راسه وراح كل مكان يعالج ما لقى علاج ويفتح الثلاج يوم شم يوم شم ارتاح ارتاح راسه ارتاح بدأ يشم والله ياخذ جاكلمة وفرحان وياخذ من الثلاج بعض الحلو وكذا ويروح زوجته فرحان وفاكر ربطه ولوجه متغير يوم شافت زوجته بالفراش قالت يا فلان ما شاء الله وجهكم تغير وبانى التعب راح منك وشلون قال والله ما أدري لكن اكتشفت العلة اللي بي كلكم عرفت العلة اللي بي وش العلة ها الغاز خمسة وثلاثين سنة وهو عنده الدسندر دسندر ها سلندر ها عند سلندر الغاز فخمسة وثلاثين سنة مخه وعصابه تعودت يوم انقطع على السلندرات وجاء البيت ما عنده سلندرات تعب راسه يوم جاء المطبخ عرف ان الغاز هو علاجه فصار اول ما يجهل وجاء بعد اسبوعين ثلاثة يجي المطبخ ويفتح الغاز ويقول اه يا اي فاختم بهذا المثال يا رجال يا نساء وقل لي نعود نفسنا الطاعة سيأتي علينا اليوم والتي نعداد جميع انواع الطاعات سير سهل علينا انجينا في عقائدنا انجينا في عباداتنا انجينا في معاملاتنا انجينا في أخلاقنا انجينا في معاشراتنا واخطر 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 ما يضرك ويغير عاداتك اباختم جلسائك قال لي اخ معي الله يوفق اخونا عبدالله قوله امين الاجابة الله جزا وخير قال لي كلمة حكمة والله تكتب بماء ذهب قال والله ابو عبدالله شي واحد غيرا قلت وشو قال فقط غيرت ايش الصحبة قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين ايش خليله فلينظر احدكم ايش من يخالل ما لم تجانسه احذر تجالسه ما ضر بالشمع الا فرقة العسل فعشان تحلو حياتنا نغير اللي حولنا لان اللي حولنا هم اللي حلون حياتنا واللي حولنا هم اللي عكرون حياتنا فان كان اللي حولنا ينطبق عليهم قوله تعالى بسورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغادات والعشي يريدون وجه فحياتي تبصير حلوة اذا كانوا جلساي ينطبق عليهم قوله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على ايش على يديه يقولوا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني فاذا كانوا جلسائك الناس يعنونك على الطاعة يعنونك الخير كانوا جلسائك يا ابنيتي يا أخيتي يعنونك على الطاعة يعنونك خير تبدو أن حياتي حلوة وانا جربت والله اني ادخل على شباب وازور كما قلتكم ببريطانيا وقعد اضحك الشباب اضحكهم وصلت شباب في دوم للدول قال لي احد الاخوة ترى ذولا شباب يحششون يشربون الحشيش الله يحفظون اياكم فقد دخلت السؤالة في محهم وكذا وجاء طار المخدرات قال امطوعنا بنحل حياتنا يعني ما نحل حياتنا بنحل حياتنا قلت حل حياتكم بالحشيش الله يهديكم وابدى اضحكهم وانكتوا بدوا يضحكون 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 تفقطعوا من الضحك قال يامطوع بسألك سؤال ما تزعل يقول لي واحد منهم قلت والله ما زعل تفضل قال ما تزعل قال يامطوع انت ضحك الضحك بصراحة انت محشش بتخعب عليك مطوع معشش ماذا بايدة ذي الله تزعل خير قال يامطوع والله اننا نضحك كذا انت مرفع مره انت بايع اخوة قال اخوية قال يامطوع غريب قلت واننا نضحك الحمد لله قال بسأنا نضحك غريب قلت لا ما انا غريب انا نضحك انا نضحك انا نضحك بفتحة وبعدين ياخوية الحشيش يضر اخلاقكم يضر دينكم ودول العالم وعلى رأسي الصين وهي دورة شعية تحارف الحشيش وتقتل من يروجه الحشيش وهي دورة غير مسلمة يعني ماذا استفاد من الحشيش والله عندنا يا اخوان في واحد حشاش بس مشكلة الحشيش ذا كذاب وش مشكلته كذاب يعني هو بحيث يحشش لا يحشش ويكذب فقعد مع ربع مرة قالوا يلا يا فلان جيب لنا موقف فعلا يعني يهزك موقف رهيب وانت تحشش يعني قيل لنا بصراحة قال والله مرة الحقيقة مسكنا الكهرب كهرب سلك مسكنا بقوة وانفضن ورمان ويوم رمان وانفضن يوم جاءت الفاتورة اخر الشهر ولصورتي بالفاتورة هاي ما تيجي ابد لكن هؤلاء الذين يريدون ان يحلوا حياتهم بالمخدرات والحشيش فعلا ترى اللي حشش اخوان واللي يشرب خمر واللي يشرب كوكوين وهروين ترى بيحل حياته يقول بس ثانس ومطوع حتى اللي يدخل يتقول ليش يدخل وش يقول يقول بس ثانس بحل حياتي لا والله معصية الله ما فيها فلذلك انتبه لا تكون من من قال عنهم سبحانه وتعالى وقال يوم القيامة يقول يا ليت بيني وبينك بعديش المشرقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين اجمل ما قال بن سعدي بهذا الشيطان هنا اما ان يكون شيطان جن واما واخونا الشيخ جو خير علي يسين متخصص جن الله يكفينا اياكم اشهر قول امين هذا امامي الحقيقة والله ان الشيطان الانس اشد الشيخ مر الله يجزاو خير قول امين شيخ عبد الله هذول من الشيخ يقولوا على الجن عجيبين مرة جابه شيخ شيخ قبيلة كريم من كريم العرب كريم العرب يا اخوان منه حاتب الطائي فجابه واحد شيخ قبيله كريم كريم ما غير الموايد منزله فجابه قد دخل فيه جني جابه عند الشيخ مثل علي يسين يبي يقرأ عليه فالشيخ قرأ عليه والحمد لله وبدأ يقرأ فالشيخ هذا شيخ القبيلة الكريم بدأ ينتفض وبدأ الجني يهز وز فالجني من قوة القراءة تأثر قال خلاص خلاص أما أطلع أما أطلع الشيخ القبيلة قال والله ما تطلع إلا أنتم تعشي إيه كريم العرب فأقول ويوم يعظ الظالم على يديه آسف قال ومن يعش عن ذكر رحمن نقيض له شيطان فهو أهله وقرين أعرف بنات السعودية وبالإمارات وبقطر بنات طيبات يدرس كلي بجامعة بثانوية والله ما غير مساره وخلاه للهايوي بالشمال إلا الجليسة صح لهم وصح وأعرف شباب في بريطانيا شفتهم جوا من مكة المكرمة ومن دبي ومن قطر الدوح ومن الكويت ورحوا قد ذهبوا بهم أهلهم أو حكومتهم عشان يجوموا الجهادة لكن تعرفوا على شاب هناك قليل دين قليل خوف الله فأخذوا إلى طريق الشمال وضايع هناك شفتهم بعيوني في بريطانيا وبالمقابل شفت هناك شباب راحوا لبريطانيا للدراسة ويقول لولا الله ولطفه ثم الشباب تعرفنا عليهم بالمطار طيبين ساقونا إلى المركز الإسلامي مركز الشيخ محمدان بن راشد في أدنبر أو في دبلين وغيرهم مراكز وصار خير لهم فالله الله بالختام نريد أن نحل حياتنا لن تحل حياتنا إلا بمن حولنا فالذين حولنا سيحلون حياتنا إن كانوا اللي حولنا حبيبين طيبين صالحين سير حياتنا حلوة وطيبة وصالحة وإن كانوا اللي حولنا قشران عراب جام صحبين جلنطات فاصلين بتنريوس من جماعة سر الليل يا بو شرينغا يا بو شرينغا سر الليل وهز يا ولد والله ستتعب وستمل من حياتك وكمنا الناس من له حياتهم ولكن نأنس بحياتنا إذا أطعنا ربنا وغربنا من الله وأدينا عباداته وسيأتي علينا اليوم الذي نعيش عيش حلوة وينطبق علينا كلام إخواننا المصريين جزاهم الله عننا كل خير عش أيامك عش ليليك خلي شبابك يفرح فيك عش وتهنى تبقى الدنيا تصبح قنة بس رأصني قدع لا ما يجوز ما يجوز جزاكم الله خير وجزا الله الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آنهيان على تواضعه وتشرفه لهذا المهرجان وجزا الله الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوب الراعي لهذا المهرجان كما نشكر الإخوة القائمين الذين هم خلف الكراوي 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 خلف الكراوي الكراوي الكلاوي أي خالد وجزا الله أخونا خالد بن سليم وب أحمد وكل من ساهم في هذا اللقاء نودعكم على أمل لقائبكم إلى العام المقبل محبكم أخوكم سليمان عبدالعزيز الجبيلان كامل الدسم خالي من الكرستون نشكر فضيلة الشيخ سليمان الجبيلان على هذه المحاضرة القيمة نريد أن نبشر الجميع بأننا سنتوج هذه الليلة المباركة بالإعلان عن دخول إمرأة من الجنسية السرلنكية إلى الإسلام وستقوم أختنا المسلمة الجديدة بالتلفظ بالشهادتين بعد قليل أمام النساء في خيمتهم فنطلب من الشيخ الدعاء لها بالثبات على هذا الدين الله يثبتها من زوجة ما أعرف الله يثبتها ويرزقها زوج مسلم صالح يعينها على طاعة الله آمين وأيضا هذا طلب نريد من الشيخ أن يدعو للنساء والشباب الغير متزوجين بالزوجة الصالح والزوجة الصالحة اللهم زوج كل أعزب اللهم زوج كل أعزب وعزبها قل أمين اللهم رخص المهور قل أمين اللهم يسر زواجه ومساهله لهم يا رب العالمين أسأل الله يا أخوان أن يعيننا الشيخ عبدالله محمد صاحب السموه والله قال لي تونا بجمه تكلم على قضية قضية غلاء المهور قضية غلاء المهور وقلت لهم ما أجمل أن يبادروا وجهاء البلد وشخصياتهم والناس الذين لهم مقام حتى الناس يقتدون بهم وأنا حضرت زواجات الحمد لله المهور كانت والله صور من القرآن أنا بنفسي والمناسبة يا من يزوجك رجل من وجهاء الإمارات ولا يطلب عليك شيء اتق الله والله يا أخوانا بقول لكم القصة لأسف اللي تقطع القلب الشيخ عبدالله شيء في قلة الأدب في بعض الشباب جاء رجل فاضل ولن زكر الله أحد أمثال الشيخ عبدالله وعنده بنت وجاء رجل فاضل آخر من وجهاء البلد عنده ولد فالأب قال الولد يشراك ببيت فلان عندهم من طيبة قال يبعد زكر الله خير فذهبوا وكلموا الأب قال الأب والله ولدك نعم وأنت نعم وأنتم حمولين نعرفكم كلكم طيبين راعين استقامه ودين وصلاة فأراد الله أن يتم الموضوع بعد سبوعين جاءوا المملك يوم جاء الشيخ المملك قال يا فلان كم المهر فقال الأب والرجل ثري من أثرياء الإمارات مثلا والأثرياء السعودية قال المهر ريال عطني من جيبك ريال يا ابو فلان فالشيخ قال رجوك لا تقول لي ريال وعشرة هم نروح منك يعطيك مئة ألف وخمسمئة ألف ومليون وذهب وما ذهب قال والله شريت الرجل بدينه وأخلاقه وسمعت أهله الطيبين أمه والدته سم تم كتب العقد تم الزواج كم كم يا إخوان ريال سبوعين ثلاثة شهر أخذ زوجته تم العقد وأخذ زوجته وراح قط شهر العسل في ماليزيا كالولنبور في أي دولة وستانس وولد شاب طيب والبن طيبة بس المصيبة الزوج إذا جاي نادي حرمته ما يقول لها تعالي يا لطيفة لأن اسمه لطيفة أو تعالي يا سبيتي لأن اسمه سبيتي ولا تعالي لا صار يقول لها تعالي يا علبة البيبسي ليش يا شيخ عبد الله علبة البيبسي لأن بريال علبة البيبسي فصار تعالي يا علبة البيبسي روحي يا علبة البيبسي وإن أنت رأى التلبية البيبسي أركبي يا علبة البيبسي البنت أضاد صدرة والولد جايبه من ناحة إيش من ناحة الدعاء بيداع بزوج في أمزح وبعض الناس مزعوا على قولها المكة عفش يعني قالوا امزح معكم امزح مثل الدي احمد الله طالع مع الدرج بيتي والكهرب ظلم الساعة واحد من الليل جاي وطالع ولمبة حق الدرجة خربانة وطالع واذكر الله ولو قاعد تحت الدرجة وانا طالع ويطلع وانا ازكت وليدي وش تزوي قال يبقى امزح معك تبقى تقطع قلبي يا الدي هذا مو مزح له هي والله بقي حبلة فهذا الشاب زي كده يزح معه تعالي على البيت البيبس يروحي قال البنت يوم راح تزورها هلا ما طلعت له جاء ياخذه واش معنى انزلي لطيفة بسرعة انزلي لطيفة ولا تنزل لطيفة دق علي بالجوال ما ترد منه راح من بكرة من بعده يدق دق عليها ما ترد اسبوع ويحب زوجته طيبة ما يرد كلم امه امه كلمت قالت والله خالة ما انا بجاية لماذا ابنيتي قالت ويعرفت راح لا لبه بعد اسبوعين يبه هزعتك يبه همي حربتي راحت يبه قالوا شايتم زينبه قال والله ما زينبه ولا شيء الحمد لله مكرمه ومعطي ما اذكر زوجي قال طيب انا روح وراح الابو وسلم على ابوه يا ابو فلان ولدنا كذا وكذا قال والله شف البنت جات لمي وجات تبكي وقالت يبه انتكمل مهر خدته قال اخدت منه ريال قالت والريال قيمة ايش قال ما ادري قالت الريال ما قيمة علبة بيبسي قال الله قال صاري نادين تعالي علبة بيبسي روحي علبة بيبسي انا والله ما اراح معه قال افا في يوم جاء الابو قال شف يا حبيبي اتجيب ولدك حياك الله لكن يجع ياخذه بس بشرط بنص مليون ريال يا بياو اللي عطنا ورقتها والله يسترعنينه عليكم قال الله يبشر ابو فلان وجيب الولد وقعد عند ابو قال انت تقول له كذا وكذا قال يوبا انا امزح قال صحي قال قال ما تاخذه قال الابو والله انت شريتونه نحن نجريكم بنص مليون ابشر ويكذب شيء كلبه بنص مليون ريال وياخذ حرمته ويوم اخذ حرمته وراح البيت تعالي يا مصنع البيبسي فارجو كما قال صاحب السمو الشيخ عد الله بن محمد بن الخالد انه نهيان انه خفف المهور ولكن لو خفف المهور زوجنا الشيخ فلان الرجل فلان الكريم فلان احترم هذا التواضع من والدها واكرامه لي فنسأل الله ان يسر زواج شبابنا وشاباتنا واسأل سبحانه وتعالى الذي جمعنا على هذا الفرش ان نجمعنا في ظل العرش والله اعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد هذا سؤال نختم فيه نريد من الشيخ احدى المواقف الطريفة التي حصلت في اسفاره الدعوية لا خلص والله اتكثرنا على صاحب السمو الشيخ عبدالله سهرنا الناس والمواقف الطريفة كذا قلنا فتوفي لكن اخر موقف لكن في اليمن قبل رمضان فسألت واحد يمني قلت له الجنة فيها يمن قال ما لنا وما للسياسة بهذه الكلمات الطيبة نكون قد وصلنا الى ختام لقائنا معكم باسمكم ايها الاخوة والاخوات وباسم دائرة السياحة والتسويق التجاري وباسم رعاة هذا الملتقى المبارك نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو عبدالله بن محمد بن خالد آل هيان على تكريمه وتشريفه لنا في هذه الليلة المباركة ونشكر أيضا فضيلة الشيخ سليمان الجبيلان على هذه المحاضرة القيمة والجميلة وبهذا نكون قد وصلنا الى ختام ليالي الملتقى الثامن نلقاكم في الملتقى التاسع إن كان في العمر بقية لا تنسوا القائمين على هذا الملتقى المبارك من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا